بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة الأحباب أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة التي نواصل فيها الحديث عن أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلا وفي هذه الليلة نتحدث عن اسمه تعالى المجيد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وما أجمل هذا الدعاء النبوي الجامع الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الثناء على الله وشكره على آلائه وبين تمجيده وتعظيمه لأنه تعالى وحده هو أهل الثناء والمجد والتعظيم فلا يستطيع أحد منع عطائه وإرادته الخير لعباده ولا يملك أحد أن يوصل إليك ما منعه الله عنك وزواه ومهما أوتي الإنسان من مال ومنصب وعز وسلطان فإن ذلك كله لا ينفعه ولا يغنيه عن الله بل إن الناظر في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنشطة حياته يجد أنه كان دائما التمجيد والتعظيم والثناء على الله في أفعاله وأقواله ولا عجب في ذلك فهو صلوات ربي وسلامه عليه أعلم الناس بجلال قدره وعظيم صفاته وأعرفهم بعريق مجده وجميل أفعاله كما كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على تعظيم الله وتمجيده في كل أحوالهم وفي كل أوقاتهم خاصة عند الصلاة فعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره شك من الراوي إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء ويعلق الإمام النووي على ذلك قائلا أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يختم الدعاء بهما والآثار في هذا الباب كثيرة جدا ومعروفة حتى قيل إن الله سبحانه وتعالى يستجيب لمن بدأ دعاءه يعني بعد تمجيد الله والثناء عليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وختمها بالصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه ولو تأملنا كيفية دخوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما وصفها أصحابه لا علمنا إلى أي مدى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجل ربه ويعظمه ويمجده فقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة وفي روايات أخرى قام إلى الصلاة وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه لأنه يكون مع الله بقلبه يكون مع الله بكل كيانه لا يلتفت وهو الذي علمنا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها فالإنسان عندما يقول الله أكبر عندما يركع عندما يسجد يعلم أنه يسجد لله عز وجل العزيز القوي القاهر القادر وتكبيرة الإحرام التي نعلن بها دخولنا إلى الصلاة لعل في ورودها على هذه يعني بهذه الصيغة أو على هذا النحو عندما نقول الله أكبر فهي تجسد كل معاني العز والقوة والمجد لله سبحانه وتعالى فما من كبير ولا جليل ولا خطير إلا والله سبحانه أعظم وأجل وأكبر منه ولا شك أن من يدخل إلى الصلاة بهذا الفهم وهذا الفقه ينتفع بصلاته وتعود عليه صلاته بأعظم فائدة في سلوكه وعبادته وعلاقته مع الله ومع الناس يعني لو صلحة الصلاة حقا يعني لا استقام أمر الإنسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها أما إذا دخل الصلاة ويعني يؤديها وينقرها نقرا ويؤديها بشكل سريع دون أن يعقل شيئا منها فهو لن يفق أسرارها وعندما نتأمل فاتحة الكتاب وما ورد فيها من أحاديث وهي كثيرة جدا وما تضمنته من عبارات حمد وثناء وتمجيد لله سبحانه وتعالى وهو أهل الحمد والمجد والثناء ندرك أنها معراج حقيقي للمؤمن يرقى من خلالها للتحليق والسمو والارتقاء بقلبه وروحه ومن ثم ورد في الحديث أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وطبعا تعددت أسماء هذه الصورة لشرفها وعلو قدرها وتضمنها معاني القرآن الكريم إجمالا يعني كما قال الفقاء أن كل معاني القرآن اجتملت عليها هذه الصورة الكريمة وفي الحديث الذي جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة نصفين بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد الحمد لله رب العالمين فأقول حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل وكذا الحال في الركوع والسجود والوقوف وفي التشهد وعند التسليم وفي كل حركة وسكنة في الصلاة ففي التشهد وهو آخر عهد المرء بالصلاة الإنسان هيختم وهيخرج من الصلاة يثني العبد على ربه بقوله إنك حميد مجيد أي محمود ممجد معظم في قلوب أوليائك وأصفيائك ومن مظاهر تعظيمه وتمجيده عدم الالتفات في الصلاة والخشوع التام لله سبحانه وتعالى والحفاظ على الصلاة بمراقبة الله عز وجل حتى يقبلها ويقبل طاعة صاحبها فسبحان ربي العزيز الحكيم الحميد المجيد ذي الجلال والإكرام عظيم الجاه واسع الرحمة جزيل العطاء الذي لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض واسمه تعالى المجيد فعيل من الماجد كالعليم من العالم والقدير من القادر غير أن هذه الصيغة تفيد المبالغة والتكثير قال الإمام الخطابي فإن قيل ما الحكمة في الجمع بين اسمه تعالى الماجد والمجيد وتكرارهما والجواب على ذلك أنه يعني يحتمل أن يكون إنما أعيد هذا الاسم الثانيا وخولف بينه وبين المجيد في البناء ليؤكد به المعنى الواحد الذي هو الغني فقوله الواجد الماجد أنهم وردوا يعني متتاليين في الحديث الذي رواه الترمذي معناه الغني المغني فالواجد معناه الغني والماجد يدل على كونه قادرا فالواجد يدل على كونه قادرا على كل ما أراد والماجد يدل على أنه مع كمال قدرته هو كثير الجود والرحمة والفضل والإحسان ولهذا الاسم الجليل معاني عديدة منها أنه هو وحده صاحب المجد أيض الشرف التام الكامل والملك الواسع الذي لا غاية له ولا يمكن الزيادة فيه ولا الوصول لشيء منه فله وحده الشرف والمجد والعلو والعظمة في ذاته وصفاته وأفعاله وهو بذلك قريب من اسمه تعالى العظيم ومنها أنه الواسع عز وجل من معاني هذا الاسم الجليل أيضا إذ المجد في اللغة يعني السعة يقال رجل ماجد إذا كان سخيا مفضالا كثير الخير قال ابن الأعرابي مجدت الإبل إذا وقعت في مرعا خصيب وبذلك يدل وصفه تعالى بالمجيد على كثرة إحسانه وأفضاله وسعة كرمه وتفضله على خلقه ومنها أن المجد هو عظمة الصفات وسعتها كل صفات الله فلذلك هذا الاسم يشمل كل الصفات التي وصف بها الله عز وجل فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه فهو العليم الكامل في علمه الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء القدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء الحليم الكامل في حلمه الحكيم الكامل في حكمته إلى بقية أسمائه وصفاته فكأن شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي مجدا وكأنه يجمع معاني يسم الله تعالى هذه الأسماء الجليل والوهاب والكريم فسبحان الله المجيد الشريف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاءه ونواله سبحان الله المجيد الماجد الغني المغني الرفيع القدر الجواد الكثير الإحسان وهذا الاسم الجليل قد ورد في القرآن الكريم مرتين اقترن في واحدة منهما باسمه تعالى الحميد وذلك في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وقد جاء ذلك على لسان الملائكة الكرام حين بشروا زوج إبراهيم عليه السلام بالولد وهي في سن كبيرة فأظهرت دهشتها وعجبها من بشارة الملائكة لها ولكن أي عجب وأي دهشة من قضاء قضاه الله وأمر أراده الله عز وجل وقوله إنه حميد مجيد أي أن الله سبحانه وتعالى محمود في تفضله عليكم بما تفضل به من النعم عليكم وعلى سائر خلقه مجيد أي ذو مجد ومدح وثناء وكريم وجملة إنه حميد مجيد تعليل لتوجه رحمته وبركاته إليهم بأن الله يحمد من يطيعه وبأنه مجيد أي عظيم الشأن لا حد لنعمه فلا يعظم عليه أن يعطيها ولدا وفي اختيار وصف الحميد من بين الأسماء الحسنى يعني في هذا الموضع ما يدل على رضى الله سبحانه وتعالى على نبي الله إبراهيم عليه السلام وأهل بيته والمتأمل في هذين الاسمين الحميد المجيد في القرآن الكريم يجد أن اسم الله تعالى الحميد حين يقترن باسم آخر يكون لاحقا لهذا الاسم لا سابقا عليه فقد سبق بأربعة أسماء وهي العزيز والغني والحكيم والوليد في العزيز الحميد الغني الحميد الحكيم الحميد الولي الحميد لكن في هذا الموضع جاء حميد مجيد جاء أولا فحيث يكون بمثابة الوصف لتلك الأسماء فحقه أن يتأخر عنها فهو حميد بسبب عزه وغناه وحكمته وأنه يتولى عباده جميعا لكن الملاحظ أن اسمه تعالى الحميد في هذا الموضع جاء سابقا لاسمه تعالى المجيد لأنه كالدليل عليه فهو سبحانه المستحق للحمد كله لأنه واسع الكرم والجلال عظيم الذات والأفعال وقد ألمح ابن فارس إلى هذه العلاقة في مقاييس اللغة حيث يقول في مدة مجد الميم والجيم والدال أصل صحيح يدل على بلوغ الغاية ولا يكون إلا في محمود فقوله ولا يكون إلا في محمود أفاد مناسبة سبق المجيد بالحميد واقتضائه وسياق الآية الكريمة فيه تذكير بحمده عز وجل على سعة فضله وعظيم نعمه على أهل بيت إبراهيم عليه السلام واقتران الحميد بالمجيد أنسب ما يكون لهذا السياق إذ أفاد التذكير بواسع النعم وبما تستوجبه تلك النعم من حمد ولما جمع في هذا السياق من النعم ما لم يجمع لأحد حيث جمع بين رحمة الله وبركاته وقدم بين يدي هذا السلام ووسعت البشرى هنا خاصة حيث بشرهما بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعني أشياء كلها يعني عطاء وبركة وخير فناسب هذه التوسعة في البشرة الذكر لسمين معا والسعة في الرحمة والزيادة والتكثير والدوامة في البركة ناسب كل هذا الإسم الله سبحانه وتعالى الحميد من حيث هي نعم والمجيد من حيث دلالته على السعة والكرم والجلال وقد ورد هذا الاقتران في ذكر التشهد في الصلاة كما أشرنا وهو سياق قريب من هذا المعنى حيث اقترنا في التشهد السلام والرحمة والبركات فناسب ختمه بالحميد المجيد كما سبق في الآية أو في هذا الموضع الذي نتحدث عنه وقد جاء الإسمان حميد مجيد نكرتين بدون الألف واللام للإشارة إلى عموم حمده وسعة مجده ولأن القصد التركيز على الوصف من حمد ومجد هذا هو الموضع الأول الذي ورد فيه اسمه تعالى المجيد وأما الموضع الآخر فهو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالمجيد في هذا الموضع لأن المجد هو النهاية في الكرم والفضل والقدرة والعظمة والجاه والسلطان وهذا الوصف مناسب لسائر الصفات التي وردت في الآيات التي تدل على قدرته المطلقة وتصرفه في الخلق كما يشاء وبطشه بالظالمين سواء كان ذلك بعقابهم في الدنيا أو إرجائهم إلى الآخرة فهو المبدئ والمعيد وإن شاء غفر لهم وتاب عليهم إن تابوا وأنابوا فهو ذو المغفرة والرحمة ولعل في سر اقتران اسمه تعالى المجيد باسمه الغفور والودود في هذه الآيات ما يدل ويؤكد على سعة رحمة الله عز وجل ولكن عن قدرة وعظمة واقتدار فإن صاحب المجد والسلطان في العادة يكون قادرا على أن يفعل ما يشاء دون أن يكون هناك معقب على فعله لا يلام إن فعل أي شيء لكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا هنا أنه تعالى هو الودود الغفور الذي يعفو عن المسيء ويتجاوز عن المخطئ إذا تاب فمجده سبحانه وتعالى مرتبط دائما بعفوه ووده ووده ومغفرته ورحمته بعباده نابعة من قدرته وعظمته ومجده فكأن الاسمين معا الودود والمجيد مرتبطان في هذا الموضع ويؤديان معنا لطيفا بحيث لا يساور المسلم شك أن الله تعالى المجيد القادر على إلحاق العقاب بالمذنبين هو أيضا الغفور الرحيم الودود الذي يتوب على المسيئين ويعفو عن المستغفرين ولذلك علينا أن نتأمل وأن نمعن النظر في مثل هذه المواضع عندما يقترن إسمان أو وصفان لله سبحانه وتعالى في آية واحدة علينا أن ننظر إلى السياق الذي وردت فيه هذه الأسماء أو هذان الإسمان لنعلم لماذا ورد في هذا الموضع بالذات ولماذا تقدم هذا أو تأخر وطبعا الكتب والتفاسير خاصة كتاب الفخر الرازي وغيرها من الكتب عنيت بهذا الأمر ويعني فيها من الدقائق وفيها من المسائل اللغوية والبيانية ما يسد هذا الجانب وللمجد أركان لا يتحقق إلا بها مجتمعة لكي نعلم إن كان هذا الشخص يعني مستحقا لهذه الصفة فعلينا أن ننظر في هذه الأركان إن كانت عنده أو لا ولله سبحانه وتعالى المجد كله وهو المستحق لهذه الصفة ولصفات الكمال أجمعها فهذه الأركان هي الملك والسلطان وكثرة الجدة وكرم الأفعال فسبحان من جمع ذلك كله فهو ملك لا تقدر الأوهام قدرة ولا تبلغ الألسن وصفة ولا تهتد العقول إلى معرفته فلو كانت الأشجار منذ خلقت الشجر إلى أن تفنى لو كانت أقلاما والبحار مدادا ويمد البحر أضعافها إلى أن يفنى العدد والخلائق أجمعون كتابا أبد الآبدين لم يبلغ ذلك مدحه ولا وصفه بما يستحقه إنما أسماؤه تعبير ونعوته تفهيم ألهم العبادة حميده وعرفهم توحيده وتمجيده يعني العقول قاسرة لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهمها كيف تحمده وكيف تمجده وكيف تثني عليه كل شيء لعزته راهب وإليه راغب ولكبريائه خاضع ولأمره طائع ولديه ضارع ولسلطانه خاشع وكما وصف الله سبحانه وتعالى بالمجيد أي صاحب العزة والسلطان والكرم والجود فقد وصف الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم بأنه مجيد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ووصف القرآن بالمجيد أي أنه رفيع القدر عظيم الشأن وقيل معنى المجيد هنا أي الكريم فهو متناهن في الشرف والكرم والبركة حيث فيه بيان كل ما يحتاج إليه الناس في حياتهم ووصف القرآن بالمجيد أي أنه ذو المجد والشرف على غيره من الكتب ومن أحاط علما بمعانيه وعمل بما فيه مجد يعني صار ذا مجد وكرامة ومكانة عند الله وعند الناس وهو بسبب من الله المجيد يعني هو يستمد مجده وكرمه وكل خصائصه لأنه كلام الله عز وجل فلذلك جازت تصافه بصفته ذلك فإن المرأة يعجب يعني كيف يكون عندنا أو بين أيدينا أو في قلوبنا هذا الكتاب المجيد الذي فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وهو الفصل ثم بعد ذلك نعرض عنه ونلجأ إلى نظريات دنيوية وإلى فلسفات مدية وإلى مثل هذه الأمور التي ضاعت البشرية وتخبطت بسببها يعني رحم الله شوقي عندما قال بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات وكما نعلم عندما رأى النبي صلى الله وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ في التوراة وكان عمر من دأبه أن يعني يحاول أن يعرف لغة خصومه ويفهم حتى يجادلهم ويحاججهم فعندما رأاه النبي صلى الله وسلم يفعل ذلك طمع عروجه أو غضب وقال لو أن موسى بن عمران يعني حي بين ظهرانين ما زاد على أن اتبعني وآمن بما جاء في القرآن الكريم فالقرآن الكريم هو كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو دستور المسلمين الذي تضمن أقصد الشرائع وأمرهم الله فيه بالمكارم ونهاهم عن الآثام والمحارم ووعدهم فيه جزيل الثواب وضرب لهم فيه الأمثال وفصل لهم فيه المعاني الدالة على سبيل النجاح وأبان فيه المشكلات وأوضح لهم فيه الشواهد فهو بركة لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليعلموا بذلك أنه يدلهم على النجاح وينالون باتباعه الزلفة والكرامة وهو أحسن الحديث تصديقا لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثان يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم فأخبرهم أنه لا حديث يشبهه في حسنه وأخبر أنه متشابه غير مختلف غير مختلف فيه وسماه بأحسن الأسماء فقال وإنه لكتاب عزيز وقال إنما قبله من الكتب مصدق له وشاهد يعني بصدقه وأخبر أنه محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو نور الليل المظلم وضياء النهار ويجب العمل به على ما كان من جهد وفاقة وما أكثر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تحس المسلمين على التمسك بكتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا ودراسة فعن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها قد يتعجب المرء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآثرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن يعني هذا الحديث شخصيا لفت نظري طويلا وظللت أتأمل فيه وكنت أسأل نفسي يعني أنا أريد الدنيا أي المال والشهرة والنجاح وغير ذلك فكيف يتم لي ذلك عن طريق القرآن إن القرآن كتاب ذكر وتلاوة وعبادة فكيف يجتمع ذلك والدنيا التي هي عبارة عن كد وشقاء وتعب ونجاح وإخفاق وأمور مدية صرفة لكنني لما أمعنت النظر في حياة عدد من الناجحين في عملهم في الدنيا بعيدا وحتى من غير المسلمين وجدتهم حتى وإن لم ينتبهوا هم لذلك ملتزمين بالقواعد العامة التي حث القرآن الكريم عليها فالقرآن الكريم يدعو الإنسان إلى الانضباط ويخبرنا بأنه لا يجني الثمرة إلا من بغر الحبة وأن الجزاء من جنس العمل وأن من أرضى الله سبحانه وتعالى أرضى الله الناس عنه وجعل له القبول في الدنيا والآخرة لو نظرنا إلى المخترعين والمفكرين والأدباء والمشاهير سنجد أنهم في الحقيقة أخذوا بالمنهج القرآني فكتب لهم النجاح حتى وإن لم يفطلوا أو لم يبحثوا أو لم يرجعوا إلى الآيات بشكل مباشر وهذا هو الفرق ربما بين من يحفظ القرآن بلسانه ويعني لا يتدبره بين من يعمل بسنن الله سبحانه وتعالى ووفق سنن الكونية التي خلقها الله سبحانه وتعالى فلذلك كتب لهؤلاء النجاح ولذلك نجد القرآن الكريم تمتد آثاره لتشمل جوانب الحياة كافة فهو لم ينزل إلينا من أجل أن يوضع في حجاب أو يعلق على مدخل البيت أو في السيارة وإنما جاء من أجل أن يكون دستورا للحياة وأن يتحول الإنسان بكل همته ونشاطه ليستنبط منه ما يسعده في الدنيا والآخرة يعني هكذا يجب أن يكون فهمنا لهذا الحديث الكريم وحفظ العبد من اسمه تعالى المجيد أن يمجد الله ويعظمه في فعله وقوله وأن يعظم كلامه ويتلقاه بالاحترام اللائق به فلا يعترض عليه ولا يقلل من شأنه ولا يتجرأ عليه فمن عرف أنه سبحانه وتعالى هو المجيد خضع تحت سلطانه ولم ينظر لغيره فيما هو من شأنه وكل شيء منه وإليه فهو من شأنه فعلى العبد تعظيم ربه في قلبه وإجلاله وإذا أراد الإنسان أن يكون مجيدا في ذاته وصفاته وأفعاله فعليه أن يعلم أن العزة والمجد كل المجد في الاعتزاز بالله سبحانه وتعالى وبرفع الهمة إليه والتزام الآداب والفضائل التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عبادة فإن الله تعالى إذا أراد أن يعز مخلوقا أغنه بلا مال وكفاه بالاحتيال وأعزه من غير رهب ومن غير أشكال وإذا أراد أن يشقيه ختم له بسوء خاتمة نعوذ بالله من سوء الخاتمة الحديث التي تتناول كما أشرنا تعظيم القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم هي كثيرة جدا ويكفي ما نبهنا إليه ودائما أحث نفسي وإخواني على أن يكون لنا حظ من التدبر والتأمل كما أن لنا حظوظا من القراءة حتى تعم الفائدة القراءة المتأنية والمتدبرة يعني هي أكثر نفعا وهذا كان دأب العلماء يعني كانوا يجيلون النظر والبصر والتأمل والتفكير في الآية الواحدة مرات ومرات حتى يصلوا في النهاية إلى أسرار وإلى أشياء عندما نقرأها ونتأملها يعني ندعو لهم ونغبطهم على ما كشفه الله سبحانه وتعالى لهم بتوفيقه وأيضا بالجهد الذي بذلوه لكي يصلوا إلى ذلك اللهم ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد أفض علينا من بحر جودك وكرمك واجعلنا ممن يتبعون القرآن ويقيمون حدوده وأحكامه يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك أنت حسبنا ونعم الوكيل لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا يا واحد يا واجد يا ماجد يا مجيد يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله عاجله وآجلة ما علمت منه وما لم أعلم يا غياث المستغيثين أغثنا يا رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم أئنا ووفقنا ولا تخذلنا سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم إني أسألك الصلاة على محمد وآله وأسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك من الخير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرخم الراحمين اللهم إني أسألك أن ترزقنا جوامع الخير كله وأن تصلح شأننا كله وأن تصرف عنا الشر كله فإنه لا يفعل ذلك غيرك ولا يجود به إلا أنت اللهم لك الحمد كله ولك الكمال كله ولك الجلال كله ولك التقديس كله اللهم اغفر لنا جميع ما أسلفنا وعصمنا فيما بقي وارزقنا عملا صالحا ترضى به عنا يا ذا الفضل العظيم اللهم إني أستشفع إليك بخواص عبادك وأتوسل بك إليك أسألك أن ترزقني جوامع الخير كله وأن تمن علي بما مننت به على أوليائك وأن تصلح حاليا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم أصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللي رحمة الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن صنه وسنده واتبعه هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم صلي وسلم على النبي الرحمة المسداه اللهم صلي وسلم على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون اللهم صلي وسلم على نبينا محمد ما غفل عنه الغافلون إلى يوم الدين كالعادة يبحر بنا سعاد أخي وصديقي الأشهد الدكتور وجيه كل يوم خميس ليلة جمعة مع اسم من أسم الله من أسماء الله الحسنى والليلة مع هذا العظيم من أسماء الله المجيد فسبحانه وتعالى من رب الرحيم لا إله إلا ورب الرحيم العظيم النفس البشرية تحب الكمال وتحب الجمال وتحب النوال واصل واصل الجمال والكمال والنوال عند الله وحينما تتجه إليه تطمئن ألا بذكر الله تطمئن للغلوب وحينما ترى أن الله المجيد يعني متناهم في الصفات العليا من عرف الله الله زهد مما سواه سبحان الله العظيم في هذا الاسم يضى كمال الله المطلق سبحان الله العظيم اسم عظيم لا إله إلا الله سبحانه وتعالى أي كمال وأي عز وأي جمال في هذا الاسم كمال مطلق ثم أن هذا الاسم يجعلنا نتفكر في معرفة الله من هذا التفكر التفكر في خلقه كما ذكر أخي الدكتور وجيه حفظه الله وهذا التفكر في خلقه موضوع عظيم ومهم جدا ثم تدبر في كلامه سبحانه وتعالى أن تدبر كلامه كلام الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض ولله الأسماء الحسنى فتعه بها يعني القرآن الكريم تعيهم بالله سبحانه وتعالى ثم التفكر في أفعاله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عظيم وهذا الاسم من أسماء الله العظيمة فعلا ولو تفكرنا في اسم الله المجيد كما ذكر أخي سعد دكتور وجيه لو وجدناه أنه المجيد الكامل من كل شيء سبحان الله العظيم لذلك يجب أن نحسن الظن بالله وإذن الظن ثمنه الجنة حسن الظن بالله أن توقن برحمته أن توقن بعدله أن توقن بحكمته كل شيء وقع أراده الله بمعنى سمح به الحكم هي الحكمة بالغة 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 كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وأراده الله وإرادة الله متعلق بالحكمة المطلقة فالله سبحانه وتعالى هو المطلق في كل شيء سبحانه وتعالى ومعنى الحكم المطلقة أن الذي وقع لو لم يكع لكان الله ملوما أن الذي وقع لو لم يكع لكان نقصا في حكم الله يؤكد هذا المعنى قاله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم وما منصيبة في الأرض وما منصيبة في الأرض نادم إلى يوم القيامة إلا بما قدمت أيدي الناس ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا سبحان الله اسم عظيم تناوله أخونا الدكتور الليلة وجيه اسم الله المجيد صلى الله عليه وسلم أن يثيبه وكما ذكر أن المجيد المتناهي في صفاته الكاملة وأفعاله العظيمة المتناهي في صفاته الكاملة سبحانه وتعالى المتناهي في أفعاله العظيمة سبحان الله العظيم فسبحان الله اسمه الله المجيد يملأ النفس سبحان الله كما ذكر أخي الدكتور وجيه وأبحر بنا في هذه الليلة فجزا الله خيرا أن يشمننا برحمته ويشمننا بهذا الاسم العظيم وأن يجعلنا ممن أتاب عليهم وحفظهم ورحمهم وسدد خطاهم شكرا سعادة أخي الأستاذ الدكتور وجيه وشكرا لكم أنتم أيها النخوة المباركة ربنا يبارك فيك ويكرمك أخي الحبيب والغالي دكتور محمد الشريف ودائما يعني تضيفه إلى ما نقوله وما يقوله الإخوة في المنتدى فربنا يتقبل منك ويجزيك عنا كل خير ويعني على إتاحة هذه الفرصة لتصل هذه الكلمات إلى الجميع وأسمى الله الحسنة فعلا يعني كلها بركة وكلها مفيدة يعني لو تأملناها وتدبرناها ولكانت ثمارها يعني عظيمة عظيمة النفع في حياتنا نسأل الله عز وجل يعني أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وفهما وقربا منه سبحانه وتعالى جزاك الله خير الجزاء وبارك الله في الإخوة جميعا ولا حرمنا الله منكم ويسر الله أمورنا وأموركم وربنا يبارك في هذه النخبة الثقافية يعني العامرة بكل الأصوات الراجحة والعاقلة وإن شاء الله دائما يعني نلتقي على الخير والمحبة والمحبة ترجمة نانسي قنقر